السلام عليكم ورحبا بكم نسل الجياس كاميركات الشاببة بدأ يتحرك والشيء الذي مؤكد أنه بوزيدي سيكون مدربا لشاببة القبائل العام المقبل إن شاء الله تكون قولوا له لأنه في لجنة اختيار اللاعبين لايك الفيديو وابوني في القناة وتركونا تعليق قال لك مجلس إدارة شاببة القبائل بقيادة شلول يجتمعوا ويتخذون عدة قرارات منها أن يكونوا لجنة فيها بوزيدي دوك نحكيوا على اللجنة بعد ما كشفت بعض المصادر الخاصة أن رئيس مجلس إدارة عشور شلول عقد اجتماعا مع إدارة مجلس أو أعضاء مجلس الإدارة بحر هذا الأسبوع وهذا من أجل الخوض في العديد من القضايا الخاصة بالنادي القبائلي حيث دعاهم إلى ذلك في الساعات الماضية وهو الأمر الذي كان مترقبا على الرغم من أن تركيز التشكيلة كان منصب على ما ينتظرها في إطار المنافسة المحلية واللقاءات المتبقية التي تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لكناري تم وضع خارطة طريق لميركاتو الحالي وقتلكم بدأت تتحرك شوية قال لك وضع خارطة طريق للميركاتو الحالي وبدأت هنا تحركات لأنه لو ما تسرعش حتى وان ما زلت شمبيونه حتى وان لو ما زلنا ما ضمناش البقاء ولكن السرعة مطلوبة والتركيز في اختيار اللاعبين روحت وضعوا تاريخها لاختيار وربما الانتقالات الصيفية الحالية وشلول قال من الضروري البدء في أرسم خارطة طريق من أجل دخول معركة الانتدابات بقوة خاصة بعد النقائص الكثيرة التي شاهدها المدرب بوزيدي إلى غاية الآن والتي ربما دعا المسيرين من خلالها إلى اتخاذ القرار الأنسب من أجل سد الفارغات وأيضا ربما هذا التخطيط يخليوا اللاعبين أيضا اللي راح يحتفظوا بهم وقال لك هنا أيضا منقش مسألة انضمام بعض الآضاء الجدد أيضا راح يحكي على الآضاء الجدد اللي راح يدخلوا في مجلس إدارة الرئيس شلولو بهضور القائمين على الشركة الملكة موبليس أكد أنه سيفتح الأبواب أمام العديد من الأسماء كي تسجل دخولها ضمن مجلس إدارة النادي وسيجدد ما وعد به سابقا بخصوص هذه النقطة حيث يسعى المسيرين إلى فتح الأبواب أمام العديد من المستثمرين خصوصا إذا أراد النادي أن يلعب على كل الجبهات كما تم التأكيد عليه سيتم اتخاذ قرار نهائي بخصوص الممولين الجدد وكما أشلفنا الإشارة في وقت سابق من المتوقع أن يتم الفصل أيضا في قضية المساهمين الجدد أو الممولين الجدد الذين سيدعمون المكتب المسير لشبيبه حيث ترددت أسماء العديد من الشركات التي ستأخذوا وستكون التأمويل من بوابة شبيبه القبائل خصوصا وأن العديد من الأطراف أكدت استعدادها من أجل ذلك هذه حاجة منها ولكم التعليق على أن ممولين جدد سيدعمون شبيبه القبائل ونولي لجنة لفهابه قال لك لجنة خاصة لمعاينة اللاعبين المغتربين ستنشع قريبا قرر مسيري شبيبه في ساعة القليلة الماضية تشكيل لجنة مكونة من ثلاث أعضاء من مجلس الإدارة وهذا من أجل معاينة اللاعبين المغتربين الذين ستتحصل الإدارة على سيرهم الداتية قريبا وكما سبق وأنشرنا إليه فإن الأولوية هي لجنب حارس مرمى مدافع عيسر وآخر محواري صانع ألهاب بالإضافة إلى قلب الهجوم آخر وهو ما وعدت به الإدارة وبتجزيزه شح السوق المحلية بلاعبين في المستوى من بين الأسباب أيضا وما يمكن أن نشر إليه هو أن القرار تم اتخاذه بعد الفشل الدريع في مسألة اللاعبين الأجانب خاصة وأنه سيؤثر كثيرا عن المستوى البطولة المحلية ضف إلى ذلك أن السوق المحلية تبقى شحيحة من حيث الأسماء التي تحوزها وأفضل عناصة لكلها مرتبطة بمعنى ديها بوزيدي سيشارك في الانتدابات أيضا وحسب بعض المعلومات التي تحصل عليها في هذا الشأن فإن المدرب يوسف بوزيدي أشر إلى أنه سيكون له رأي بخصوص التدعمات التي لا بد من القيام بها خصوصا وأن خبرته ستصنع الفارق في هذا الشأن هذه بعض الأخبار التي كانت في جريدة كورا أنيوز وهذه بعض التوضيهات أخبار منقولة يبقى الرسمي ربما في التجسيد نحن نريد التجسيد يلا لايك على الفيديو أبوني في القناة وتركنا تعليق على فيديو جديد سلام